بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل المحاضرة الرابعة من الدرس الثاني إلى عنوان Internal Uncompressible Discuss Flow من مقرر ميكانيكا الموائع 2 بداية أود تذكيركم بما درسنا الحصة الماضية هو أنه عرضنا Navier-Stokes Equation and Continuity Equation ثم اشتغلنا بالنسبة الكارتزين كوردينيتس يعني X, Y, and Z وتم عرض المعادلتين هذن على Cartesian Coordinates في هذه الحصة راح نشتغل نفس الشيء لكن راح نشتغل على إيش؟ نشتغل على Cylindrical Coordinates فنفس الشيء هنا عندي Steady Uncompressible Flow of Newton Fluid in a Pipe بس هنا زي ما قلنا الحين راح نشتغل في Pipe أو أمبوب Fully Developed Pipe Poisei Flow كلمة Poisei زي ما قلنا إيش؟ قلنا إنه Two Fixed Plate أو بما إنه هنا نشتغل على Pipe فنقول إنه عندي هنا إيش؟ عندي Fixed Pipe بالنسبة لCylindrical Coordinates عندي R, Phi, and Z زي ما عندي في الكارتزين شفناها المرة الماضية X, Y, and Z فهنا حسب ما نشوف الرسمة عندي R هي عمودية على Pipe عندي Z اللي هي في نفس Fluid Flow Direction وعندي لو أخذت المائع هنا عندي Pipe هنا ديامة حقتها To A Three يعني Third Coordinate اللي هو Pipe راح يكون الحسب بالاتجاه هذا فهنا استغلنا على إيش؟ استغلنا على Quasioi Flow يعني إيش؟ يعني إنه Pipe أو الأنبوب لا يتحرك لكن فيه سريان فقط للمائع بالنسبة للحالة الثانية اللي هي إيش؟ Fully Developed Pipe قوة Flow قوة Flow يعني زي ما قلنا المرة الماضية إنه وحدة ثابتة ووحدة يتحرك فهنا عندي Between Stationary Outer Cylinder يعني الأنبوب هذا ثابت لا يتحرك لكن عندي Rotating Inner Cylinder يعني إيش؟ يعني الأنبوب اللي جوه يتحرك بسرعة A في جمع فهنا فقط أود تذكيركم بالكوردينيات R Phi بما أننا قلنا R Phi and Z فزيد هنا حس ما يظهر في الرسمة إنه راح تكون إيش؟ راح تكون عمودية على الرسمة في الأنبوب كأنه هنا في مقطع من الأنبوب هنا بالنسبة للمعادلتين معادلة Continuity Equation and Continuity Navier Stokes Equation لو سويتم على إيش؟ على Cylindrical Coordinates فبالنسبة لContinuity راح تكتب بالطريقة هذه وبالنسبة Navier Stokes في عندي 3 components Radial Component Tangential Component and Axial Component زي ما نلاحظوا هنا بالنسبة للمعادلة هذه يمكن بما أننا نستغل في Cylindrical Coordinates فاللاحظ إن المعادلة ما في تناسق بين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية والثالثة زي الكارديسيان كوردينيات فقط هنا أود إبلاغكم إنه لو جاءنا الأمر هذا في أي من الاختبارات فرح يكون 3 components Radial and Tangential and Axial components راح تكون معاكم إن شاء الله فهنا فقط أود نشوفوا الأمور بالنسبة ل Velocity U, R هنا U, Phi and هنا U, Z بما أننا نستغلنا على R, Phi and Z فالسرعة أو ال Velocity راح تكون U, R, U, Phi and U, Z هذم 3 components نتمنى أن نكون الشرح هنا واضح فقط أود طرح سؤال هنا بالنسبة لإستغلنا cylindrical coordinates وإستغلنا الكارديسيان كوردينيات هل الكارديسيان كوردينيات فها الفاي نعم أو لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته